لأن اللي حصل فيه تقصير في حق الاهل وتمثيله فكانت الرسائل الصريحة الواضحة النهاردة من كابتن سيد عب حفيز بوصفه مدير جهاز الكورة في النادي من مستر مارت اللاسارتي بوصفه مدير فني من الكابتن حسام عشور ككابتن للفريق والكابتن شريف إكرامي أيضا من كابتن للفريق نشوف الكابتن سيد عب حفيز مع الزميل كريم أحمد محدثا جمهور الاهلي عقب انتهاء جلسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس دارة النادي الاهلي من ضمننا الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة كابتن سيد طبعا جمهور النادي الاهلي في البداية حابب يسمع طبعا الجلسة وأبرز الكوليسة دارت في جلسة كابتن محمود الخطيب من خلالك مدير كورة النادي الاهلي يعني هو طبعا قبل ما تتكلم في تفاصيل أعداء أو اللقاء ما بين الأورة وبعضها سواء كانت محمود خطيب أو الجهاز الفني والعيبة يعني بتقول للكيان قبل ما بتقول لأي حد تاني طبعا يعني ده حدث صعب جدا يمكن بتعتذر بشكل كبير جدا كمسؤول فيه وواحد متواجد في المنظومة في الوقت الحالي بتعتذر كمان للجمهير بتعتذر كمان كل ما له صلة بالنادي الأهلي يمكن الحرقة مش جاءة ان انت بتخسر مباراة وارد جدا فكورا ان انت تخسر مباراة لكن انا بتكلم على مكانة وقيمة النادي الأهلي عشان الحدث مش سهل ومش عادي يعني يمكن كابتن حمود خطيب كان قاعد مع استاذ خالد ده مدال مبارح كرئيس للبعث وقاعد معايا وقاعد مع مصر مارتين بنقدر كمان يعني جمهير النادي الأهلي وكل منظومة النادي الأهلي حتى اللقاء النهاردة كان اللقاء يعني مش عايز اقول لقاء ما بين كاتب محمود خطيب او احنا كجهاز فني واللعيبة كان اللقاء وضع طبيعي جدا انه يكون بالشكل ده ويكون بكمية الغضب اللي موجودة دايت لان انت في الاول ما بتمثلش نفسك انت بتمثل تاريخ كبير جدا 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 فموضوع ما بيبقاش تفكير شخصي ما بيبقاش حسابات شخصية قد ما هي حسابات تاريخية مرتبطة بمكانة وقيمة النادي الأهلي كان الكلام ممكن يبقى صعب جدا لكن في النهاية كان لازم يتقل لانه كان مهم جدا انه يوصل للعيبة والجهاز ما بنقفش نفسنا خالص من المسئولية اطلاقا يعني لحنا كجهاز ولا كلعيبة عشان كده حتى لما جينا نتكلم على اي حاجة خاصة في الامور يعني نتيجة المباراة دخلنا نفسنا فيها كجهاز فني وكجهاز اداري زي ما بيبقى فيه يعني مليار في المية مليار في المية فيه خطأ حصل الخطأ ده مش في العيبة بس مليار في المية ممكن يكون من أنا شخصيا من حد في الجهاز عشان يوصل للشكل ده عشان كده ما تعفش نفسك من المسئولية بتغرم نفسك تمام وده حصل النهاردة يعني الواحد خد قرار كل من له صلة بالموضوع لازم هيبقى فيه يعني غرامة وغرامة كبيرة جدا زي ما بيبقى أو زي ما كان الحدث غير مسبوك وصعب جدا كمان العقوبات هي غير مسبوكة يعني كمان نقطة مهمة وجهاز اللعبة كنت سيد بعد المباراة دي يعني حابين برضو الجمهوري تطمن أنا عارف ان الفترة اللي جاية تبقى فيها شغل كبير جدا لكن الجهاز اللعبة بعد المباراة على كل اللي حصل ده يعني احنا قادرين ان شاء الرحمن على العودة ما تكلمش على مباراة سان داونز بس بكلم حتى على الدوري وعلى الكاس المباراة صعبة والحدث صعب لكن في نفس الوقت ما عندكش حل غير نيتا تشتغل لازم نشتغل لازم يبقى عندنا يعني فهم وعقل وإصرار على اللي جاي لازم هنشتغل يعني عندك حاجة ألماك وحرقاك ووجعاك بشكل كبير جدا اللي هي مباراة سان داونز لكن في نفس الوقت لازم تشتغل مباراة المقصة كيف ساعد لها الجهاز الفني مع الجاكبتن سايد عدد نفسي قبل العدد الفني لها دي المباراة خلاص انت عندك مباراة بعد بكرة مع فريط مصر المقصة وهتتخش المعسكر بكرة السكات أو الحزن في القلب لكن أنا عايز إصرار وعايز عزيمة ترجمها الملعب أو يترجمها في الملعب يعني اللي جواك خلاص خليه جواك لكن ده يديك عزيمة وإصرار أكتر يديك مرضود أكتر في الملعب يعني ممكن يكون مباراة ما تقدرش تعوضه ممكن يكون اللي فات ما تقدرش تعوضه لكن اللي جاي في إيديك لسه الجمهور وإن شاء الله يبقى متواجد بشكل كبير في مقرات سان داونز دور الجمهور والمساندة المطلوبة من جمهور النادي الأهلي كابتن سايد زي ما اعتذرت الجمهور كمهور النادي الأهلي والكيان النادي الأهلي لكن كمان أنا متأكد من مسندتهم لينا متأكد من مسندتهم للفرقة عارف كواس قوي أن دور الجمهور أهم دور في الأدوار اللي جاية كلها تواجده وإصراره وعزمته ومسندته متأكد أنه هيكون موجود معنا وعارف كواس قوي قوي أنه هي ما بيبخلش بده بال بالعكس كمان مع كل اللي انت شايفه ده يعني الناس عندها ثقة كبيرة جدا ومع كل اللي انت شايفه ده يعني الناس مستندة ومؤذرة بشكل كبير جدا ومتأكدة من فريقتها ومتأكدة ان هي ان شاء الرحمن هتوصل للي هي عايزها بإذن الله لكن انا مستنيهم مستنيهم سواء كان في مبارات مصر المخص ان شاء الرحمن في العدد المسموح للتواجد ومستنيهم في مبارات صندة ومزن الله شكرا المسندة الدائمة والدائمة والمستمرة من كابتن محمود الخطيب كواحد من ابنان دي الأهل يا كابتن سايب تشوف هذه المسندة ازاي الحقيقة عايز اقول يعني تدعمات حتى في شهر يناير توفير مناخ طيب جدا للجهاز الفني والعيبة احنا كنا مشيين بفنحنة حلو جدا 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 يعني لكن جات في مبارات مصر الوضع كان مش طبيعي خالص مش طبيعي يوم مش طبيعي بكل ما تحمله الكلمة من معنى لكن كان محمود الخطيب بغضبه اللي كان ساير علي النهاردة او مبارح لكن في نفس الوقت كان فيه يعني توفير مناخ وتوفير عوامل تسند الفردة من كل الاتجاهات سواء كانت تدعمات او توفير حتى في سبل الراحة سواء كانت طيارة خاصة او اقامة او اي تسهيلات فالامر بالنسبة للإدارة اعتقد انه كان ماشي بشكل رائع جدا جدا الاجتماع على دار بين الجهاز الفني ومع كابتن محمود الخطيب برضو حابين اسمعك اوليس انا عرف اجتماع مع اللعيبة والجهاز لكن مع الجهاز بشكل خاص انا قلتلك في البداية قلتلك في البداية اننا مقدرين غضب كابتن محمود الخطيب او يعني كلامه سواء كان مع الجهاز او مع اللعيبة لان في النهاية انت بتحمل اسم النادي كبير جدا يعني انت بتكلم على لعيب بتكلمه ان انت ما بتشتغلش لوحدك انت بتشتغلش فردي انت بتشتغل فيه نجاحات فردية لكن وراك ملايين الملايين داخل مصر وخارج مصر مؤذرك ومسندك معاك ناس كتير جدا بتبقى بتستنى التسعين ديال اللي انت بتلعبها يعني فانت ما بالك بواحد بيمثل المنظومة او رئيس المنظومة يعني مسيبك التمرين لكن مع لب المباراة برج العرب ولا استاذ السويس والله يعني مش عايز اقول ما باتش فرقة بالنسبة لي انا اي حاجة هلعب ان شاء الله يكون حتى في قدام البيت هلعب يعني الدوافع تكون موجودة والاسرار يكون موجودة فيه عوامل بتساعدك على النجاح صحيح لكن في النهاية فيه يعني واقع هتتعامل معا باردتك وقلبك يعني كل كلام كلام شخصية مسؤولة موجوع زيه زيه اي واحد او اكتر طبعا وقال لك انا هعاقب نفسي اولا ولقع في نفسي المسؤولية واحسن جملة لقالة بيستأل عن ملعب زيه اقولي تبقى كفايا عيش المشاكل دي والازمات دي ان شاء الله يقولونا لعبه قدام البيت ده اللي انا عايز اسمعه انك انت اه عايز تساعدني اهلا وسهلا مش عايز تساعدني هقابل ومش عايش في المشاكل بقى هوجيهه وتغلب عليه اه اتمنى وبعدين عجبني انه بتكلم على طول رابط المطشين طبعا خاصة لان انا خشيتي ان حاجة تاكل حاجة لا لا طبعا طيب نشوف مرت اللاسارت المدير الفني الارجوياني ايضا في رسالة مهمة قالها النهاردة اهامة ومرتقب لكل جماهير للنادي الالي عقب انتهاء جلسة الكابتر محمود الخطيب رئيس مجلس الادارة مع الجهاز الفني والعبين مصر مرت اللاسارت المدير الفني الفريقة للنادي الالي في البداية مصر مرتن طبعا حابين ان احنا نوجه رسالة من خلاله لجمهورة للنادي الالي المترجم الانتظار لجمهور في المؤتمر ووحيب يقولي لجمهور قبل هدي المبارا queremos mandar un mensaje al público y los aficionados del ali qué quieres decir al público del ali bueno antes que nada lo mismo que dije en la conferencia de prensa قبل أي شيء نفس اللولتو في المؤتمر الصحفي fue un golpe muy duro كانت ضربة قوية imagino que la aficion se siente igual o peor وانا حاسس عارف ان الجمهور حاسس بدا somos todos responsables كلنا مسؤولين عن ده el primero soy yo اول مسؤول عن ده هو انا y vamos a saber todo lo posible vamos a trabajar todo lo posible وانا هنعمل كل اللي نقدر a بي وانشتغل a كل حاجة por lo menos para intentar dar vuelta a esta situación عشان خاطر نغير الواجه ده لحاجة احسن no puedo prometer que sea real no puedo prometer que sea real pero si puedo prometer que vamos a hacer el esfuerzo para conseguirlo y espero que la gente nos perdone y nos acompañe ويدعمونا طبعا hay algunas cosas que han pasado y el apoyo del presidente del club que opinas lo que ha pasado con los jugadores y el apoyo moral bueno el presidente una vez más se ha comportado como un caballero y como un verdadero líder nos vino a dar el apoyo aquí a todos también a comentarnos su dolor, su tristeza pero su confianza y quiero destacar algo yo soy nuevo no llevo mucho tiempo aquí y hoy salir a entrenar salir a entrenar al campo hoy y allí había 10 o 15 muchachos cantando la canción de Lalali me parece que no hay mejor inyección que esa mejor vitamina que esa ustedes que estaban hoy aquí pudieron ver fue un entrenamiento buenísimo toda la gente está ilusionada toda la gente está con confianza pero el primero es lo primero pero el primero es lo primero pero el primero es el maquaza primero es el maquaza primero es el maquaza después el otro partido y luego el maquaza el otro más saldón no tengo ningún reparo nunca tuve nada que decir todo lo que le hemos pedido nos lo ha dado estamos hablando de cosas muy grandes incluso por ejemplo la reforma de todo un vestuario un gimnasio nuevo y eso va a venir eso es beneficio para el club para los jugadores una concentración dos días de concentración llevar 22 jugadores a un viaje o incluso un avión privado o incluso un robo y hasta una rijial o sea no hay no podemos no hay al contrario por lo que hemos sentido que estamos en deuda con él aquí no creo que podamos que somos más unas miren esta hable en el escenamiento pero nos queremos hablar ¿cómo le hemos hablado como el maquaza el maquaza para todos los jugadores y por lo que hacemos el maquaza como能 soporte todos los jugadores cómo podrás transmitir eso el aliento del público es único ese maquaza ese maquaza de manera شيئosa única que ni la puedo transmitir yo por eso destaco esos 10 chicos o 15 chicos y uno tiene experiencia tiene muchos años ya y yo miraba a los jugadores darse vuelta y esbozar una pequeña sonrisa es muy importante yo sé que la gente está dolida es lógico muy dolida pero por eso también porque sé que aman este club les pido que nos acompañen sobre todo por los jugadores ojalá nos espere una alegría al final de este camino en insha'Allah hay que tener feroz en insha'Allah la resala que te guste a la resala que te guste de la resala la resala que te guste de la televisión o marcas de la televisión de la televisión los medios de comunicación y también el canal de la televisión me voy a cometer un atrevimiento quizás yo confío yo confío les pido a la gente que confíe también vamos a dar todo no puedo prometer ganar repito pero hasta la última gota que nos quede la vamos a dar eso seguro y eso seguro y eso seguro كل الشكر والدعم والتحية لما استمرت الأسارة لمدير الفني لفريق النادي الآلي زي ما أكدنا وقلنا الدعم مطلوب من كل الجماهير المسندة لكل متكاتف مجلس الإدارة بيسند بكل قوة الكابتن محمود الخطيب متواجد كليه رسائل هدفة كثيرة جدا للعيب النادي الآلي والجهاز الفني مرحلة مهمة مرحلة فيها تحديات كثيرة محتاجة التكاتف والمسندة والدعم الكبير لكل جمهور النادي الآلي لمنتظرين جمهورنا في مباراة ساندونز مباراة العودة ومن قبلها كمان مباراة مصر المقصة جمهور النادي الآلي محتاج لفريق النادي الآلي وفريق النادي الآلي في أشد الاحتياج لجمهور النادي الآلي كلام المسؤول المحترف كلنا هنبذل بغاية الجهد هناخد بالأسباب وحتى لما اتكلم على الدعم بتاع كابتن خطيب مجلس الإقدارة قال كل طلباتنا استجابوا ليه كل طلباتنا كل طلبنا حتى أوض اللبس حتى المباني حتى كل حاجة وهو ده اللي أنا عايز أقوله أن تأخذ بالأسباب وتبدو لغاية الجهد والتفريق من عند الله سبحانه وتعالى بإذن الله هو ده شغل المحترفين وكانت احترافية عالية من مرتي اللي صارت وأمانة وهي ده الحقيقة أنه قال لك كلنا مسؤولين وأنا المسؤول الأول على حصل وهنا الجدية بتاعت مدرب محترف بجد لا يعفي نفسه من المسؤولية وأنا تقديري عليه جوز كبير جدا من المسؤولية وهو ما بيغفلش ده فيه جملة جديدة كمان للها علوة أنا بسخ فيكم عايز كنت أسخ فيه بالضبط فخلينا عند الشعار كلنا سيقة فيكم ما تأسروش في حق الأهل ده كان رأي كابتن ساد عم حافظ ورأي مرت اللي صارت الدرعة اللعيبة اتكلم كابتن حسام عشور كقائد للفريق نسمعه حسام عشور طبعا في البداية احنا عارفين طبعا كان فيه جلسة أكيد جلسة مصمرة وفيها تحفيز كبير لمرحلة جامعة كابتن محمود الخطيب لكن في البداية حابب تقول لكل جمهور النادي الأهلي من وجه التزارة كابتن عشور طبعا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أولا أنا بقدم اعتذار للناس كلها والناس كلها زعلانة الناس كلها متضايقة الناس كلها مش مبسوطة من اللي حصل اعتذار للجمهير احنا زعلانين أكتر من ناس كلها نعارف الناس كلها متقطعة من جمهورنا دي الأهلية زعلان متضايق مخنوق زي بقولوا أرفوان من اللعيبة يحصل النادي الأهلية أو تاريخ النادي الأهلية أو كيمة النادي الأهلية ما يفعل شي يحصل اللي حصل ده لكن احنا عندنا الشغل في الفترة اللي جاء ان شاء الله وربنا يكرمنا نرجع نفراح الناس تاني زي ما فرحناهم قبل كتب جالسة كيت كتب مع كابتن محمود الخطيب عايزة أخد كواليسة معايك كابتن بيبو تكلم معاكو إيه كالعيبة تندي أهل يا كابتن حسر لا كتن محمود الخطيب طبعا كلام غير يعني كلام المراضي بلاهجة غير اللي اللي بتعودين على كابتن الخطيب طبعا كان فيها شدة شوية وكلام صعب علينا كالعيبة بس ده طبيعي يعني احنا متقبلين اي حاجة متقبلين اي حد ينتقدنا اذا كان من جوة نادي او مبارا نادي وزي ما قتلك في اول الكلام احنا لا لازم نشتغل ما عندنا شغل احنا نشتغل الفترة اللي جاية وازل نفرح الناس زي ما فرحناهم ان شاء الله الفترة اللي جاية واضح الحزن واضح الاسف واضح احساس بالمسئولية اخرجوا من حالة الانكسار انتوا احسن لعيبة في افريقيا اتصرفوا على اساس ما كانش يوم طبيعي وانوا انتوا ما كنتوش مش انت اللي كنتو اه يعني اعتبروها كده ابتدوا استردوا ثقاتكوا في نفسوكو وبتدوا خدوا جرع التحدي للقادم ما فيش وقت للكلام وما حدش هيقبل اعتذار الاعتذار تصرفات بقى رد في الملعب تصرفات والرأي الحقيقة اللي كان فعلا شامل وجامع ومانع كلام الكابتن شريف اكرامي كلام فيه رسائل في العب نسمعه في البداية يعني احنا مقدرين جدا جدا حوزن جمهور وابنعتذر جدا عن كل واحد من جمهور الاهلي حسب بمرارة الخسارة انما الاعتذار بالنسبانا ده جزء بسيط جدا جدا من مجهود كبير اوي المفهود هنقوم به الفترة الجاية الموضوع مش موضوع بطولة هنكمل فيها او نخسارها الموضوع اكبر من كده بكتير احنا خسلنا بطولات وكسدنا بطولات كتير انما عمرنا ما تنزلنا عن كبريئنا وكرامتنا وكرامت جمهورنا الموضوع بالنسبانا مش بس مباراة احنا عايزين نعدي فيها قدم هو مباراة رد اعتبار وكرامة لنا والجمهور الموضوع باختصار مفيش رد اعتبار بيجي بالاعتذار مفيش رد اعتبار بيجي بأي اجراء إداري رد الاعتبار بيجي في الملعب وإحنا دايما نتعودنا وعقدتنا دايماً إن إحنا ما بنردش غير في الملعب جايز حصلت بعد المتغيرات الفترة اللي فاتت ممكن تكون قصرت شوية على رد فعلنا إنما في النهاية النادي الأهلي لا يصل حفي إلى الصحيح فإحنا بغض نظر مع أي كلام هيتقال وعن أي تصراحات هتسمعوها سواء من أي حد منتمي لنا إنما في الآخر إحنا عندنا الملعب وجمهور ما بيردوش غير الملعب سواء مباراة دوري مباراة أفريقيا مباراة كاس إحنا بالنسبة لنا ما عندنا شرد في مطبقة من الموسم غير في الملعب فأي حاجة هتسمعنا متأكد إنها مش هتشفي صدور الجمهور ولا صدورنا إحنا كمان بالمناسبة إحنا طالعين من مصر هنا ناس كلها بتشيد بروح النادي الأهلي اللي كسبت في الديئة تسعين اللي حصل ده مش عايز أقول وارد إنه يحصل في الكورة هو وارد إنه يحصل في الكورة بس مش وارد أبداً إنه يحصل في النادي الأهلي إنما قدر له ما يشاء فعل ما حدش عارف يعني حكمة ربنا فين في الاختبار ده إنما دايماً الفرق بالنوعية اللي يبتندي الأهلي وأي نوعية لعيبة تانية هو إزاي رد فعلك تجاه أي أزمة بتقبلها وإزاي رد فعلك بيبقى قوي عشان مش بس تتدرك الأزمة لا إنك ترجع كبرياءك وهي بتك تاني وهو ده يعني هيبقى محور هدفنا الفتر اللي جاية بغض النظر عن أي حاجة ما كنت تحصل في يوم السبت إحنا متأكدين إن الجمهور يبقى ورانة هيبنا الأستاذ متأكدين إن المباراة مش هتبقى سهلة إنما الموضوع بالنسبة لنا مش مباراة إحنا عايزين نتأهل قدم هي كرامة إحنا وكبرياء مهمنا جداً إن هو يرجع فوضعه لإن كبرياء النادي الأهلي ده هو أساس كل حاجة قبل البطولات وقبل كل حاجة أخيراً كوليس مهمة أكيد مع كابت المحمود الخطيب ورسائل وتعفيزة كابت الشريف حابين نسمعها من خلال حكيت طبعاً هتكلم كله في نفس المضمون وإن كبرياء النادي الأهلي كرامة ده خط أحمر قبل بطولاته وقبل فوزه وقبل الكورة الجميلة اللي إحنا بننعبها إنما يعني أنا مش هقول لك إن إحنا في صدمة إنما أنا واحد من الناس ما تخيلتش قبل إن إحنا ممكن نتحط في المواقف ده في التوقيت ده بعد الكيرف اللي إحنا ماشيين فيه إنما ما تعرفش دايماً الخير فين يعني يهميني في الآخر إن الجمهور يوصلوا نفس النبض اللي جوه الفرقة ويهمنا جداً الجمهور يبعى عارف إن اللعيبة مهما كانت يبدو في الأمور إنها كان فيها استهانة ويبدو إنها ممكن تكون فيها استهانة بالأمور إنما الموضوع في حقيقته ما كانتش كده وارد إن في الكورة يجي لك يوم تبقى كل عوامل عدم التوفيق ضدك وكل أسباب النجاح ما تبقاش معاك إنما إنت دورك فين ورد فعلك فين كالعيب النادي الأهلي حتى لو اليوم ده ما كانتش يومك إحنا هنثبت للناس إن اليوم ده فعلاً ما كانتش يومنا وإن دي حادثة مش هتتكرر تاني وفي النهاية ما عندناش زي ما قلتلك غير الملعب هو ده ردنا الأول والأخير كل اللي قدر أقوله إن أنا نكرر كل كلمة قالها الكابتن شريف إكرامي بالأسلوب اللي قاله لأنه هو ده وجهة نظري الموضوع أكبر من ماتشو أكبر من نتيجة أكبر من تقاه أكبر الموضوع اللي هو علاقة بالهيبة والكبرياء والقوة وإحنا النادي الأهلي وهو اللي قاله كده ولا وقت الكلام ولا وقت لك لكن طمني الكابتن شريف إذا كان اللعيبة عايشة الحالة بتاعة الكابتن شريف إكرامي أنا أقدر اطمئن لأن هم فهموا الرسالة وعتبروا مسؤوليتهم لكن بقوة وكبرياء وشموخ يليق بالنادي الأهلي لأن لما أنت تسترد كبرياءك أخطائك لا تتكرر والحقيقة إيه رأيك في الأهل الكابتن شريف؟ شوف هو شريف إكرامي رقم واحد حد أهلاوي قوي من اللعيبة اللي ممكن يكونه رضعه في النادي الأهلي رضعه بالمعنى الحرفي فبالتالي انتماؤه غير قابل للنقاش إحساسه بالألم من اللي وجع واضح واضح جدا واضح أنه موجوع زي أي حد أهلاوي موجوع يمس فكرة الكبرياء قال لك احنا يا ما خدنا بطولات ويا ما خرجنا من بطولات ويا ما هناخد ويا ما هنخرج لكن لما الأمر يتعلق بهبة الأهلي أو بكبرياء وما يصحش ده يحصل ما يصحش وفكرة ان انا الاعتذار انا الاعتذار كويس بس هي حاجة من حاجات كتيرة لازم ان تحصل الرد لازم ان يكون في الملعب استعادة فرحة الجماهير وسقة الجماهير في ناس ماتت في ناس بجد ماتت هو ده التأثير الكبير اوي اللي الناس عايشها فكرة الاهلي وحب الاهلي وعلاقتها بكرة القدم الكلام على ان اللعيبة عليها دور عليها دور السقة فيكم السقة فيكم كبيرة تأديركم للمسئولية من المؤكد ان اللعيبة الكبيرة شريف اكرامي احمد فتحي وليد سليمان الكابتن حسام عشور كابتن الفريق كبار الفريق هم دول اللي دورهم وده وقتهم وكل لاعب حب النادي الاهلي وفرح انه ييجي النادي الاهلي زي حسين الشحات وعودت رمضان صبحي وكل النجوم الكبيرة اللي موجودة وفي خلافة على ان دول احسن اللي يبقى في افريقيا مش في مصر اللي حصل في جنوب افريقيا دي اوف اوكي احنا عايزين بقى الماتش اللي جاي مباراة المقاصة ثم مباراة الساندونز ازاي يقدر الجمهور يستعيد او يقدر الفريق يستعيد فرحة وثقت ودعم جمهوره تاني الحالة اللي كنا عليها واحنا بنفخر بقدرة لعبت الاهلي على التحول في مباراة الاتحاد هي ديت عشان كده حتى في تغريدات الناس كلها بعد ما الدنيا هديت شوية بعد ما الناس امتصت اثار الصدمة النفسية شوية بدأ الكلام عن وماذا بعد فكتب ايفونة الجابوني نجم الاهلي السابق غرد على حسابه الشخص بيقول لهم يجب ان تكون على استعداد جيد عقليا لهذه اللعبة العودة الى الوطن لا شيء مستحيل دائما وبيأكد على ثقته في زملاءه السابقين لعيب الاهلي كل النجوم بعد كده كل واحد عبر عن رأيه قالينا كلام رائع جدا للنجم الكبير محمد ابوتريك وقالينا كلام كمان للصخرة واق الجمعة قال لهم في المواقف الصعبة الفريق اللي احرص خمس اهداف في سيمبا قادر على احراص خمسة في سانداونز روح عزيمة صبر تركيز مع تشجيع الجمهور قادرين بعاون الله على عودة واجه الاهلي مرة تانية محتاجين رجالة في الملعب ولو ما حصلش التآهل يبقى الخروج خروج الابطال كلام هايل اخرج بطل ابزل كل ما في وسعك لو صعدت يبقى ربنا كاتبها لك يبقى عملت المعجزة اللي العالم هيتكلم عنها بس ما تخلكش كلاعب تتحط في جملة سلبية في تاريخ الاهلي ده دورك ودي فرصتك ان انت زي ما تقالنا دي على ايديكم اقصى هزيمة تعرض لها الاهلي في افريقيا تقدر تقولوا على ايديكم وعلى اقدامكم وبفكركم لا لحق المعجزة الفرصة متاح البداية مباراة المقصة لاستعادة الثقة الكاملة عشان تدخل مباراة سانداونز ان شاء الله بالمعنويات العالية وبروح النادي الاهلي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة